أنا أول حاجة حطيتها فؤاد مهندس بأن هذا الرجل رغم شهرته ما خادش حقه ما حدش هي رفطيبة قلبي هذا الرجل وحبه للناس وللحياه كان بيحترم جمهوره وكان بيحترم الناس كان بيحترم كل شيء لما اقترحت عليه ومقلت له ما تقعدوا مع بعض تقولون حاجة كده وتقعدوا على الأرض وبساط أحمدك كده وبتاعه أما أي من على طول قاعدين وابتدوا يتكلموا وكانوا عاديين يعني يعني شفت في الناس البساطة اللي ما تلاقيهاش دلوقتي يعني تلاقي الفنان لسه ما نشيفش يعوده وبيتكلموا كلام مش هو يعني